اعتصام ويمكن بعد شوية يعني محكمة النقل لما ايدت الحكم قبل عدة ايام عندنا بعض التفاصيل المهمة الخاصة بتأييد الحكم على 12 من الارهابين محمد البلتاجي و احمد عارف و عبد الرحمن البر و مجموعة و اسامة ياسين و صفوة حجازي هيكون عندنا يعني جزء من الاسباب تأييد هذا الحكم وتفاصيل مهمة جدا بعد شوية اتكلم حضراتكو عنها لانها يعني محكمة النقل فاحنا منتظرين كمان ان شاء الله بعد شوية لما اتكلمكو عن حكم محكمتنا فاقتطعوا جزء من البلد احتلوا البلد وخدوا الناس يا راجل يا راجل انت رايح بيتك 100 ناصر ميدان ربعة يفتشة كنت نازل وطالع في بلد العالم حصل ده غير هنا وقال لك ان احنا كنا محكمة النقل النهاردة اكدت على اللي اكدت عليه محكمة الجنايات اللي احنا كلنا عارفينه بس ميجي محكمة النقل دي مبادئ قانونية مبادئ قانونية 150 مبدأ قانوني محكمة النقل ارسيتهم في هذا الحكم النهاردة بعد شوية اقول لحضراتكم عليهم منها هذا الاعتصام المسلح قالت كده كلمت على الارهابين دول اللي قدامك البلتاجي واحجازي وكلمت بشكل واضح عملوا ايه ده بكلمك على اعلى محكمة في مصر دورهم ايه وعملوا ايه وكانوا بيعملوا ايه هددوا الناس ازاي روعوا الناس ازاي الارهاب اللي عملوه للشعب المصري محكمة النقل اللي اصدرت حكم على 12 من التنظيم العصابة الارهابية الدائرة برئاسة السيد القاضي ايهاب عبد المطل بنهاب رئيس المحكمة وعضوية سادة قضاء احمد عبد ودود حازم بدوي وليد حسن حمزة وقل شوخي نواب رئيس محكمة النقل المحكمة بقول لحضراتكم اتكلمت على هذا الحكم حكم محكمة النقل متهمين في القضية 739 اللي اتحكم عليهم حضوري 320 الباقي هربانين 419 واحد منهم محكوم عليهم غيابي اللي كان قدم الطعن 320 اللي محكوم عليهم محكمة النقل زي ما قلت لحضراتكم حررت اسباب الحكم في 76 صفحة هو اكبر حكم في تاريخ محكمة النقل تضمن 150 مبدأ من مبادئ محكمة النقل يعني المبادئ دي خلي بال حضرتك لما يبقى اي دي مرجعية محكمة النقل لما يبقى في مبدأ يقول لك محكمة النقل قالت لما في حكم محكمة النقل قالت هي دي مبادئ محكمة النقل بتكلم على كم 150 مبدأ وضعتهم المحكمة المبادئ محكمة النقل اي احكام جاية تستند لهذه المبادئ كلمت على الضمانات اللي خدها كل متهم المحامين اللي كانوا موجودين ردت المحكمة على كثير من الطلبات الدفاع وردت بشكل واضح على محاولات التشكيك وحاولات في هذه القضية ولكن محكمة النقل من الحاجات المهمة اللي انا بقول لحضرتك اللي اتكلمت عنها انه قالت ايه المحكمة واحنا بنتكلم على ان الجماعة دعت لي قيادات التنظيم وبعض مساعدي مرسي من قيادات وكوادر التنظيم في الرئاسة عملوا دعوات لاجهاض دعوات للثورة من خلال حجد عناصر التنظيم بالقيرة والمحافظات لاحكام سيطرتهم على الميدين العامة والتجمر ونفازا لهذا المخطط تجمعوا في ميدان ربعة من واحد وعشرين ستة وفروا ليهم انا بكلمك على محكمة النقضة قالت ايه الحكم اللي اصدرته اعدام الارهاب اللي قدامكوا داهم بالتاجه وصفت لتنشر ارهابي انهم جمعوا اسلحة وزخائر مودي عاشة لترويع وتخيف جموع الشعب ومنع الشعب من التظاهر السلمي وعلى اثر ثورة الثلاثينة من يونيو خلي بالك المحكمة قالت ايه التي انتفض عليها الملايين دا هنا محكمة النقض مش انا اللي بقول ولا حضرتك ولا حد سياسي دي اعلى محكمة مصرية بتقول الكلام دا خلاص دلوقتي موجودة المحكمة دا مسائل قانونية موجودة خلاص دا حكم محكمة النقض ثورة انتفض عليها الماليين من شعب مصر من كل طوائفه للمطالبة بعز محمد مرسي وانحياز القوات المسلحة الى جانب الشعب وإصدار قائدها العام مين؟ الفريق خارج عفتاح السيسي بيانا في ثلاثة سبعة تلاتاشر ببعاده من سدة سدة الحكم استشاطى انصار المعزول وما يدوه من جماعة الاخوان غيظا لسقوط حكم الجماعة وجمعوا مواليهم وانضموا للتجامل في ال ال ربعة واتخذوا من نصته من برن لبس افكارهم اللي هو قدامك المحكمة متكلمة على الارهابيين دول ورسائل وجهه ورسائل من الداخل والخارج المحكمة قالت ايه؟ محكمة النقد بكلمك على حكم محكمة النقد واسباب هذا التأييد على اتناشر ارهابي بالاعدام قالوا انه التجامل المسلح واتكلموا تاني ايه؟ انهم قالف الطاعنون الحداشر اول الحداشر عصابة مسلحة مين اللي قال كده؟ محكمة النقد عصابة مسلحة وتولوا قيادتها هدفها مهاجمة السكان من قاطين ومرتادي محيط ميدان ربع شكلوا لجانا امنية اطلقوا عليهم مجموعات الردع اللي هنشوفهم معاك محكمة النقد تكلمت على ده بمناسبة لم المحكمة في حكمها وبتتكلم على الاثناشر اللي حكم عليهم بالاعدام تأييد حكم بات واجب النفاذ واجب 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 النفاذ وكررها كتير قوي مهم قوي والمحكمة اتكلمت على التجامر على تفتيش الناس على المجموعات اللي عملوها يفتيشوا الناس اللي هم داخلين في هذا المكان حددت وبعدين اتكلمت على الشهداء من رجال الشرطة على عملية الفض والنداء عليهم والكلمت بشكل وضع على الحاجات اللي اتزبطت والحاجات اللي اتزبطت كلمت على شهداء الشرطة والمصابين ايضا من رجال الشرطة واتكلمت على الخسائر بالملايين وسرقات شوية لصوص والله بتوعي الاخوان دون لصوص اما تقرأ حاسيات حكم محكمة النقد اللي هو موجود معايا الاسباب 76 صفحة المحكمة بتتكلم وانا لا اقول دي وهي ماليتش المحكمة كده لكن انا بقول لك دول حرمية بتوعي الاخوان سرقوا فلوس من محطة محطة بنزين اللي هي كانت في ميدان ربع اللي ولعوا فيها سرقوا مليون وتسعمائة الفيان حوالي 2 مليون جنيه سرقهم محلات سوبر ماركت وغيرها في المنطقة راحوا سرقوا فلوسهم حاجات تانية خدوا كتير سرقوا ملايين واتلفوا ملايين هيدفعوا الكلام ده كلهم هيدفعوا ده المحكمة هنا قالت حاجة من الحاجات القوية جدا انه تم ضبط 58 من العناصر المسلحة هنا مين اللي بيقول عناصر المسلحة مين محكمة النقد القبض على 58 من العناصر المسلحة فين في ميدان ربعة يعني محكمة النقد بتقول 58 واحد مسلح اتضبطوا مسلحين مش زي ما التنظيم الإرهابي قال لك دول ناس كانوا مسالمين واتضبط معهم أسلحة بنادق آلية وخرطوش ومسدسات ومش عارف ملتوف وزخائر واوة واللي اعترفوا بالمشاركة في هذا التجمر المسلح واتكلمت المحكمة على عمليات اللي تمت والحكم وايدانة الطاعنين باعتبارهم شركاء في الجرائم واتكلمت أيضا على أمور يعني في أمور كثيرة وردت حتى على قرار الرئيس عدل منصور وقرار قضية الأمر تاني قضية الأمر محدش يطلع في أي مكان يقولك دول اسمهم كذا محكمة النقد قالت وعندما تقول محكمة النقد الجميع يلتزم بهذا الحكم أصبح حكم النهاردة واضح كاشف محكمة النقد اللي بتقول هذا الكلام انضموا إلى جماعة إرهابية واشتركوا في تجمر كذا وكذا 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 كتير من التفاصيل المهمة لمحكمة النقد متكلم عليها في أسباب الحكم المطول والمهم كلمة حتى على ردت على كل الدفوع حتى رد على انه النيابة حقاقت من غير محامين محكمة النقد أرثت مبدأ مهمة يعني أهم شارف القانون ولكن أراه انه منبادئ المهمة انه النيابة العامة والمحقق هو اللي يحدد السلطة يعني هو اللي يقدر يعني لا انه دا لا يؤثر على سلامة الحكم وجميع الدفوع اللي تقدم بها جماعة الإرهابية رفضت بالكامل محكمة النقد رفضت كل دفوع اللي تقدم بها محامي عصابة المسلحة الإخوانية الإرهابية المجرمة انه انه لا تأثير على سلامة الحكم تفاصيل كتير بحاول يعني بعض الحاجات لان انا عدت اول ما وصلني الاسباب النهاردة عدت قريت يعني جزء مطول منها اتكلمة على احكام الاعدام واتكلمة على رقابة محكمة النقد على الاحكام الصادرة بالاعدام واتكلمة على انها تخفف عقوبة الاعدام بها الى استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام يعني في ناس كانوا اخذين اعدام تم استبدالها بعقوبة السجن المؤبد ومحكمة قالت الاسباب اللي هي قدت انها تستبدل هذه العقوبة من اعدام الى المؤبد اللي كان منهم عمر زكي وبديع ومجموعة من قيادات العصابة الارهابية وقالت انه المحكمة النقد مسئوليتها ومهمتها من مهام بتاعتها انها رقابة الاحكام الصادرة بالاعدام ورقابة الاحكام يعني بشكل واضح المحكمة حكمت برفض اولا كل ما قدمه جماعة الاخوان الارهابية ومحاميهم من من دفوع زي ما قلت لحضراتكم في المحكمة حتى اتكلمت على اللي قدامكم ده بصوا كان البلد شكلها ايه شوفوا مصر كان شكلها ايه اهو مصر كانت كده دول كانوا قاعدين ميليشيات في الشوارع يفتشوا اي حد ويسرقوا الناس عصابة ارهابية مسلحة عصابة مسلحة كما قالت محكمة النقد جماعة ارهابية كما قالت محكمة النقد اي حاجة النهاردة محكمة النقد قالت محكمة النقد مش اي قضاء قال محكمة النقد خلاص اصبح النهاردة بقول لحق مية وخمسين مبدأ قانوني ارسيته محكمة النقد النهاردة في حيثيات حكمها في اكبر حكم في لقضائي يعني محكمة النقد بحيثيات ستة وسبعين صفحة بيضم مية وخمسين مبدأ قانوني وتأكدت محكمة النقد المحكمة خلي بالك انا بقول لك كلام بمناسبة عشان تبقى عارف بلدك كانت فين تبقى عارف بلدك كانت فين محكمة النقد تأكدت في الأسباب التأكد من هذه الجماعة ارتكاب جرائم ارهابية وقتلة حددت حددت في الأسباب أسباب واضحة جدا ومهمة وارغوا الجميع يطلع على هذه الأسباب يعني هتفيد الجميع هتفيد كل القضاة مصر كل القضاة تفيدهم محكمة النقد في حيثيات أو أسباب هذا الحكم الصدر بحق تنظيم جماعة الإخوان والاعتصام ربعة المسلح كما قالت محكمة النقد اتكلمت على التفتيش المحكمة قالت قالت بعناصر وتفتيش وعلى الشوارع زي ما انتم شافين دول كانوا مفاتيشون ناس بصوا الجهاز اللي معاها ده الجهاز اللي معاها ده بتاع جهزة أمن اللي هو بيحط على دومة كده ويشوف معاك حاجات معدنية ولأ شوفوا مفاتيشون ناس زي من إشياءات بتاعة محمد مرسي ومحمد بديعو البلتاجي ربعة خربوا وسائل ناقل العنف اللي استخدموه ده خطفوا ضباط شرطة وعزبوهم داخل الاعتصام ده خطفوا مواطنين وعزبوهم محكمة النقطة أشارة أكدت على ده في الحاسيات بتاعتها وأسباب الحكم خطف زباط شرطة وخطف ناس للاشتباه عزبوهم وكان يدى أوامر الإرهابي صفة حجازي والإرهابي تقريباً أسامة ياسين والبلتاجي يدوهم أوامر وابن مرسي الجاسوس ده أسامة والكلمة على اللي كانوا على المنصة كلمة على الإرهابي البلتاجي وأنه التحريض على القتل وارتكاب جرام القتل تحريض كلمة على بالزبط كده قالت استخدموا من هذه المنصة تحريض قتل الناس وارتكبوا جرام القتل والإرهابي صفة حجازي والإرهابي أسامة ياسين اللي هم الاثناشر واحد اللي تم تايد أحكام الإعدام عليهم وأصبحت أحكام ويجبت النفاذ بديع عنده مؤبد مدى الحياة يعني بديع عنده كتير مدى الحياة تاني فأكدت محكمة عايز أقول لحضراتكم قناة الجزيرة ده إرهابي ابن محمد مرسي اسمه أسامة كان أيضا يحرض من عم نصة هو أنت عايز تحرض وترتكب جرائم وناس تقتلوا في الآخر لما تيجي إعدام يقول لك اعفو عن مين اللي قدر يعفو فش حد يقدر يعفو على فكرة خالص 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 قد يالأمر بقول لحضرتك قد يالأمر محكمة النقد قالت كلمتها هل حد بعد محكمة النقد يقول حاجة تانية أبدا حضرتك المطلوب الآن أنه يتم التنفيذ التصديق سوما التنفيذ بس مطلوب حاجة تانية خالص نصدق على الحكم ويتنفيذ حكم الإعدام بس مش عايزين حاجة أخرى عايز أقول لكم قناة الجزيرة كانت سبب رئيسي وأنا بقول لكم معلومة معلومة سبب رئيسي أن الأخوان دول ياخدوا اعدام أنا بقول لك الورق هو أنا بقول لك كاسر قناة الجزيرة كانت سببا رئيسيا أن الأخوان دول ياخدوا أحكام اعدام ومؤبد وسجن لأنه كانوا بينقلوا كل حاجة كل حاجة فأشارات الجزيرة كلها بتسجيلات الجزيرة كلها في المحكمة كانت جزء رئيسي أنه تلظيم العصابة دي ياخدوا أحكام بالإعدام يعني الجزيرة قادتهم إلى حبل المشنقة إن شاء الله بقعون الله مش كانت لا إلا خالص سبب رئيسي من الأسباب الرئيسية يعني أمين اللي كان بيعمل أفلام تسجيلية على الميليشيات وعلى تدريبات العسكرية ما هم اللي كانوا بيعملوا ما هي ده جزء دهوقتي في القضية وخلاص حكم واجب النفاس وحكم بيعملت خلاص تشي حاجة تانية ف المحكمة النقد تكلمت على إنه التجمع ده كله العصابة قالك التجمع العصابة المسلحة إنه هذا التجمع كان غير مشروع كل التجمع ده المحكمة قالت ايه احتلال في بعض العبارات اللي كانت بديها لمحكمة النقد قالت احتلال والله قالت احتلال لهذه المنطقة محكمة النقد قالت كده واحتلال منازل واحتلال هذه المنطقة محكمة النقد قالت تمتخيل عندما تقول اتكلمة محكمة النقد على المواجهات ما بين قوات الشرطة والتنظيم الإرهابي المسلح في عمارة بتاعت اللي عند طيبة مول وايضا عمارة تحت الانشاء محكمة النقد اكدت على المواجهة ما بين رجال الشرطة وما بين الإرهابيين المسلحين كلموا على الأسلحة طبعا أسلحة معهم قالي كلاش نكوفه وده بيترخص من غير ترخيص أسلحة كلاش نكوفه قالي قادي التفتيش محكمة النقد اتكلمت عليه أقاموا حواجز أمنية وقوات اسمها قوات الردعة قوات الردعة دي اللي كان بيديرها ولاد عبد الحال الفرماوي قيادة تنظيم الإخواني واحد اسم مصطفى واحد اسم محمد الاثنين واخدين إعدام عشان الناس يقولك ولاد الفرماوي دي العمل ايه أبوهم وانا قلت لحضراتكم أبوهم انا كاتب عنه في التسعينات أبوهم عبد الحال الفرماوي كاتب عن أبوهم اسمه عبد الحال الفرماوي وانا كاتب عنه مش حد تاني طل أهرام عمل عنه صفحتين كقيادة خطيرة ولاده طلعوا زيه أكتر منه ولاده كانوا دول اللي بيديروا القوات الردع اللي هي بترتكب جرائم وهم كمان هم اللي بيدوروها واللي بفتشوا الناس والعباد فعلت الإخوان بالشعب المصري فاكرين اللي حصل فسحل الناس أنا بوريك جز جز بسيط كلنا عشناه عشان نعرف ثورتنا العظيمة حررت بلدنا من إيه كانت ثورة شعب بجد حكاية شعب عظيم شعب مصر العظيم اللي خرج في الثورة العظيمة يوم 30 يونيو 13 يحرر مصر من الميليشيات اللي قدامك دي وانا حكيت لكم قبل كده انا كنت موجود في المكان ده ومشيت قبل نص ساعة نص ساعة من مجيء الميليشي دي سبحان الله او الله دخلنا صلينا في الجامع اللي قدام للتحادية خلصنا صلاة العصر وبعد كده معرفش بعض الزملة معايا وانا ماشي خدت عربيته ومشيت سبحان الله وصلت البيت فين وانا عند البيت قال له طب الحمد لله ايه قال لك الاخوان دخلوا علينا اخوان دخلوا علينا سبحان الله طبعا الاخوان لو كانوا شافوني في اليوم ده كان موضوع تاني خالص ولكن هو ربك فبقول له حضرتك كنت موجود في المكان ده في اليوم ده عملوا ايه في الشعب المصري ماذا فعلوا فينا فينا وفي اهلينا وفي شهدائنا وابطالنا ورجالتنا عملوا فينا ايه هما دول دول مصريين فهمش واحد مصري ولا واحد مصري بصوا عملوا ايه فليب بصوا عملوا ايه ده في اي حد يعملوه مجرد ايه انت مش معانا فانت ضدنا انت استحل دمك عملوا ايه كان واجب علينا كلنا يا شعب ان احنا نعمل اللي عملناه وربنا نصرنا بس بايه بايه بعد ربنا سبحانه وتعالى جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة كمان جيشنا وشرطتنا لنهم انحزلنا كان البيان للشرطة المصرية يوم اتنين وعشرين ده بصوا المليشيات لما حصلوا محكمة دستورية اللي ما حصلش في العالم عشان تعرف اللي انت عملته في تلاتين ستة كنت على حق وكنت محق انك تنزل ضد جاسوس اسم محمد مرسى عيسى العياط وضد جماعة خائنة للدين والوطن في ناس تروح تحاصر اعلى محكمة موجودة في مصر محكمة دستورية احاصر محكمة كده في حد يعمل كده في قضاء مصر العادل في قضاء مصر اعمل ده اجي مدينة للاجل العلامي المليشيات يعملوا ده قدام مدينة للاجل العلامي ده قدام المدينة فاكرين حازمونه والارهابي حازموا باسماعيل مليشيا بتاعته كان كل يوم يجيب لهم عشرين خروف يتباح لهم عشرين خروف هنا ويعملهم حمامات برا اجي المليشيات اللي قدامك بص حررت بلدك من ايه بص الاشكال اللي قدامك بص شايف شايف شايفين قدامك يا مصريين حررتوا بلدكم من احتلال بمعنى كلمة الاحتلال حد ياخد بناته ولاده ويرميه في الشارع كده دول يعرفوا ايه شايف المليشيات اللي قدام الدينة للتاج العلامي كانوا جعزين ايه اي حد يدخل او اخره يموتوه عشان هو لا يعرف الا جماعته اعلام القعدة قدام الدينة للتاج العلامي بص بقوا بربع شوفوا عاملين ايه شايف بجرمين بتوع الجاسوس مرسي بص عالم القعدة شايف عشان تبقى فرحان بنفسك ثمان سنين فرحان بنفسك ان شاء الله وتستمر الفرحة عشان انت غيرت حمية الدين من هؤلاء هؤلاء اللي بيسيقوا للدين حتى هذه اللحظة لم يدفعوا في اي يوم عن الدين سيبك انهم ربي ده وانهم لانه خانص اصلا موضوع مش مظهر فعلك ايه يكون معنا كمان دكتور محمد رئيس جماعة القاهرة حالا ايه دي عالم رفع عالم القعدة عالم مصر بتعرف ايه عن مصر انتو دمرتو مصر ده احنا شعبنا اللي انقذ مصر منكم ده قدام مدينة بص مدينة التاج العلامي كلنا مسلمين ما كل واحد هو حر في دينه مسلم مسيحي مواطن مصر في الآخر هو تتوع تفتش كمان تقولي ده ايه وده ايه وادي اهو قال لك الاعلام مش عارب يشعل ده الاعلام ده اللي ربنا طبعا يعني زيان بقول لحضراتكم وكل التحية لقضاة مصر الاجلاء ودايما وسيادة المشهر هاب عبد المطلب نائب رئيس محكمة النقد ورئيس هذه الدائرة المحترمة وكل قضاة مصر اللي انا يعني بنحبهم بنحترمهم وكل احكامهم التي ايادت الحكم على جماعة ارهابية خائنة 12 ارهابي خائن من قائدات هذا التنظيم الارهابي نحن ان شاء الله ننتظر تنفيذ هذا الحكم دكتور محمد عثمان الخشت اولا